القرار مهم وهشرحه لك اللي هو ايه انتوا عارفين فمسألة التوزيع الجغرافي واحنا ندخلين الجامعة مش كده طيب توزيع الجغرافي انت واخد مثلا مثلا سنوية عامة مدرستك مدرستك محافظة الجيزة فلما بنيجي نقدم في الجامعة وبنخش التنسيق وما الى ذلك فبنتوزع جغرافيا الاول فالاول لازم تقدم على الجامعة اللي انت تبعها فلوانا محافظة الجيزة طبعا ودي من ضمن المفارقات لازم الاول جامعة القاهرة مش عارفة اسمها جامعة القاهرة وانت محافظة الجيزة بس مش دي القص المهم يعني كذا الحال في اي مكان ده التوزيع الجغرافي طيب ده نوعيا بيتغير دلوقتي او في قرار من القرارات تم اتخاذه النهاردة بموافقة المجلس الاعلى للجامعات على الغاء قواعد التوزيع الاقليمي او الجغرافي بالنسبة لشهادة السنوية العامة ومعادلاتها بقى اللي هي ايه الاجنبية اذا كانت بقى بريطانية امريكية المانية فرنسية الاخ الاخ وطبعا الشهادات العربية كمان الشهادات الفنية للقبول فين كليات خد بالك يا كليات محددة اللي عليها القرار عشان ما تلخبطش نفسك تمريد تربية تربية نوعية والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريد ده اعتبارا من القبول بتاع العام الجامعي اللي احنا لسه هنقبل عليه اللي هو 23-24 القرار تم اتخاذه خلال انعقاد المجلس الاعلى للجامعات النهاردة برئاسة الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نشرح تاني معنى الغاء التوزيع الاقليمي او الجغرافي يعني ايه؟ يعني القبول الاقليمي يقتصر في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الصنوية العام وما يعادل من المنطقة التعليمية اللي ابتقع فيها هذه الكلية او هذا المعهد طيب كان قبل كده بيسري فقط على كليات التربية والتمريد بمختلف الفروع جه هذا القرار الجديد فيتاح للناجحين في السنوية العامة والحاصلين على الحد الادنى للقبول في كليات التربية او التمريد في جامعة ضمن النطاق الجغرافي لين هو يلتحق بيها اي في اي محافظة قريبة دون التقيد بالاقليم او بالمحافظة اللي خد منها شتى السنوية العامة بتاعته بسيطة خالص وسهلة جدا